السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم تغطيتنا اليوم مهمة وخصوصاً للأسر اللي نازلين يعتبرون وخايفين على أطفالهم أو ما عندهم أحد ينتبه للأطفال يوجد في المسجد الحرام مركزين لضيافة الأطفال بالتوسع السعودية الثالثة موقعها بجوار مستشفى الحرم للطوارئ أول ما تطلع مع السلال من الكهربائية إلى الدور الأول تتجه مباشرة لأحد هذه المركزين خلونا ناخد جولة في أحد هذه المركز المركز ما شاء الله مجهز ومهيئ لاستقبال الأطفال من سن سنة إلى عشر سنوات للبنات والأولاد من سنة إلى ثمان سنوات ويشترط لدخول الطفل وخروجهم للمركز تقديم الهوية أو الإقامة أو جواز السفر أول ما تدخل المركز تشوف هذا الباب الذكي يمنع خروج الأطفال الصغار يوجد ثلاث مناطق حسب الفئات العمرية المنطقة الأولى من سنة إلى ثلاث سنوات والمنطقة الثانية من أربع إلى ست سنوات والمنطقة الثالثة وتسمى فصل زمزم لوجود مجسم يحاكي بإرزمزم يتواجد الأطفال في أيدي أمينة مع مقدمات رعاية الأطفال اللي راح يهتموا فيهم وأيضا يعطوهم ألعاب وقصص تربوية وتعليمية ترتبط بمكة وشرح للسيرة النبوية طبعا المركز يوفر وجبات للأطفال وصال الطعام وأيضا منطقة لمشاهدة المواد المرئية ومن المميز أيضا وجود غرف خاصة للنوم وأيضا كاميرات لمراقبة الأطفال بالنسبة لرسوم المركز الثلاث ساعات الأولى مجانا وأكثر من ذلك برسوم رمزية تكون على الطعام